يصعد درج بيته نحو مغارة أبو دهيس ولسان حاله يقول افتح يا سمسم فوراء هذا الباب الخشبي الجميل توجد كنوز لا تقدر بثمن جامع الأنتيكات كما يحب أن يصف نفسه أمضى عمره في اقتناء القطع القديم لا سيما تلك التي تعود إلى ماضي منطقة الشرق الأوسط حيث يعرض تحفا مثل قطعة بلاط مزركشة قديمة من المسجد الأقصى وملابس تقليدية رقيقة من التراث البدوي يعني أنا كنت أروح كثير على المعارض في بريطانيا لما ندخل نحن زي اللي داخل على مدحف على مغارة علي بابا بتشوف قطعة بتنبهر فيها بتنجن بدك تأخذها تشتريها كانت أمرار كثير أنا كنت أقل أشياء يعني يما نقلت أشياء بالطيارة ويما نقلت أشياء بشنتي يما حملت قطعة في إيدي بكل فخر يتحدث الرجل الذي تجاوز الثمانين عاما عن مجموعته من القطع التراثية التي تضم ما يربو على خمسة وعشرين ألف قطعة والتي أنفق مئات ألوف الدنانير الأردنية في شرائها ويتذكر أبو دهيس شراء القطعة الأولى في مجموعتها وكانت قطعة من فخر اشتراها عام الف وتسعمائة وثمانية وخمسين هي ما عندي إحصائية بس يعني تقدر تقول بمئات الألوف مئات الألوف يعني ما بعرف قديش من الضبط يعني بس مئات الألوف بس هو الحقيقة هي أيام كثير أنا أمكان كنت كنت برضو أحرم نفسي من شغلات وأشتري فيها أنتيكة يعني قطع أثرية وعملات معدنية وطوابع وصور قديمة جمعها من مزادات مختلفة أو متاجر متخصصة وآثر أن يحتفظ بها لنفسها غير راغب في ثروة من ورائها رغم العروض المغرية فكل قطعة في متحفها لها تاريخ وحكاية ترجمة نانسي قنقر